اتفاق مدئي بين الطرفي الصراع في اليمن يقضي بفتح الطريق الرابط بين مدينة الحديدة وصنعاء وإدخال 12 سفينة إغاثة إلى ميناء الحديدة الاستراتيجي فراجات جزئية يحاول بها فريق المراقبين الأمميين بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كاميريت التغلب على العقبات التي ما زالت تعترض تنفيذ اتفاق السويد لصيما تلك المتعلقة بالتفسير الفرقاء اليمنيين لبنوده فالاجتماعات الأولى للجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في مدينة وميناء الحديدة والتي ترعاها البعثة الأممية انتهت دون إحراز تقدم بسبب استمرار الحوثيين بخرق الهدنة في مدينة الحديدة ومديريتي الدوريهمي وبيت الفقيه على الرغم من وجود اللجنة الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار الميليشيات الحوثية بحسب ممثلين للحكومة الشرعية تحاول تفادي الانسحاب من موانئ الحديدة وأصليف ورأس عيسى وتتشبث بما زاعم بشأن حقها بإدارة شؤون الحديدة وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية لأن تلك السلطة المدنية منصبة من الحوثيين أنفسهم من جهة أخرى وعلى الرغم من إحراز تقدم بملف تبادل الأسرى بين الجانبين إلا أن تعقيدات ومصاعب طرأت بتنفيذ الاتفاق بشأنه فمن بين أكثر من ثمانية آلاف وخمسمائة أسير تطالب الحكومة الشرعية بتسليمهم إليها ينكر الحوثيون وجود ما يقرب من ثلاثة آلاف أسير برغم تأكيد الوفد الحكومي تلكهم معلومات عن وجود هؤلاء بسجون الحوثي بل إن البعض ممن أنكروا وجودهم كانوا قد ظهروهم في السابق على قنواتهم التلفزيونية التجاذبات بين الفرقاء في اليمن لن تنتهي إذن في المدى القريب والجهود الدولية تحاول تثبيت الهدنة وإحراز تقدم بتنفيذ اتفاق السويد عبر تفكيك الأزمة والإعلان عن نجاحات وإن كانت صغيرة فيما يبدو سباقا مع الزمن الذي ينتهي مع آخر يوم في السنة الجارية وفق بنود الاتفاق فهل تنجح المساعر الدولية في إحداث خرق في جدار الأزمة في اليمن؟